السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذه الحلقة أصدقائي سنتعلم حل هذه المشكلة التي يعاني منها الجميع وهي عزل أو تقسيم المروحة عن المصباح الحمام كي لا نقوم بتشغيلهم في آن واحد بمفتاح واحد بل سنقوم بتشغيل كل جهاز بمفرده بأنتريليبتور دبل أنيماج أو مفتاح المزدوج كيف ذلك أصدقائي لاحظوا أنا في هذا الحمام لدي مصباح ولدي استركتر ويتم تشغيلهم في آن واحد وكذلك في هذا السقف أربعة أسلاك بألوان مختلفة وهذه الأسلاك إثنان باللولة الأحمر متوجهة إلى مروحة التهوية ولدي اللون الأزرق مع الأسود متوجه إلى المفتاح سأشارككم تواجد هذه الأسلاك في المفتاح عندما يقوم بتشغيل المفتاح وحادي التشغيل يتيب متشغيل المروحة مع المصباح في آن واحد وهذا ما لا يرغب به الكثير لذلك قررت أن أشارككم كيف تقومون بعزل هذه الأجهزة عن بعضها البعض كخطوة أولى يجب قطع الطيار الكهربائي من الجنكتور الجنرال الخاص في المنزل وكذلك تنزيل القواطع إلى الأسفل لكي أعمل بكل سلامة وأمان بعد ذلك سأقوم بفتح مفتاح عن تريليبتور سامبل بهذه الطريقة ثم لاحظوا لدي أربعة أسلاك لدي داخل العلبة إثنان من القنوات أو تيب أورنج القناعة الأولى تشتمل على فازوانوتر وهي تأتي بالتغذية من الطابلو أو من الجنكتور الخاص بهذا المفتاح والسلك الأسود مع الأزرق متوجهان إلى المصبح لاحظوا سأقوم بسحبهم وإضافة سلك آخر حتى نحصل على ثلاثة أسلاك بدل من إثنان عندما أقوم بتحريكهم أصدقائي لاحظوا سنتأكد بأن القناة لا زال جيدة نعم يتم بتحريك الأسلاك في المصبح وهما باللون الأزرق مع الأسود في هذه الأثناء أصدقائي سنحتاج إلى قطعة من السلك التي يكون متوجد داخل القناة ستشجون هذا السلك داخلها وسنقوم بتوصيله على الروتر باللون الأسود وسنقوم كذلك بتفكيك النوتر بهذا الشكل ولاحظوا قمت بتوصيل السلك في بداية السلك الأسود لماذا هذه الطريقة؟ لكي نقوم بسحب الأسلاك التي نريد إضافتها في خلف هذه القطعة الحديدية بعدما نقوم بإدخال هذه الأسلاك داخل التيب أورانج عندما نقوم بسحبها من المصبح لاحظوا أصدقائي قمت بتوصيل هذه القطعة وسنقوم بإدخال وسحب هذه الأسلاك من المصبح كيف ذلك؟ لاحظوا سنقوم الآن بشراء الروتر الذي نريد إضافته باللون الأصفر وهو كذلك من النوع الأنسانك أو 1.5 وسنقوم بتفكيك هذه الأسلاك في المصبح كما أخبرتكم لدي أربعة أسلاك إثنان متوجهة إلى مروحة التهوية وكذلك إثنان متوجهة إلى المفتاح باللون الأسود مع الأزرق سأقوم بتفكيك هذه الدوية وأرجع إليكم على وجه السرعة بعدما قمت بعزل هذه الأسلاك لاحظوا لدي إثنان من الأسلاك باللون الأحمر كما أخبرتكم متوجهة إلى استركتور ولدي السلك الأسود مع الأزرق وسأبدأ بسحبهم بهذه الطريقة ولا أستغني عن هذه الأسلاك بل سأعيد تشغيلها مرة أخرى وإعادة توظيفها مرة أخرى لأنها لازلت جيدة الآن سأقوم بسحبها بهذه الطريقة باليد اليسرى وسأقوم بدفع السلك باليد اليمنى داخل القناة أو داخل التيب أورنج بهذه الطريقة لاحظوا حتى يسهل علينا إضافة السلك التالت بهذه الطريقة الآن سأقوم بزالة الغلاف عن الرجيد من نوع أنساك التي قمنا بشرائه ليصبح لنا داخل هذا التيب أورنج ثلاثة أسلاك بدل من إثنان سأقوم بتثبيتهم بهذه الطريقة لأقوم بسحبهم داخل القناة بطريقة سلسة وسهلة جدا شاهدتم أصدقائي هذا الفيديو وعلمتم فعلا أنه يفيد الناس ويعطي معلومات جيدة للناس ويستفيدون منها فلا تبخل لنا بالضغط على زر لايك إن أعجبكم الفيديو فبرك الله فيكم سأقوم الآن بتوصيل خلفية السلكة التي قمنا بإدخالي داخل القناة مع هذه الأسلاك التي أريد إدخالها داخل التيب أورنج أو داخل القناة بهذا الشكل يعني كما شاهدتم قمنا بتوظيف الأسلاك التي قمنا بسحبها مرة أخرى قد قمت بشراء 8 أمطار من الرجيد باللون الأصفر من نوع أنساك حتى يصبح لنا اثنان من المفاتيح وهو مفتاح دبل أليمارج سامبل الآن سأبدأ بإدخال هذه الأسلاك بهذه الطريقة باليد اليمنى وسأقوم باستحب باليد اليسرى في نفس الوقت يعني اليمنى تدفع واليسرى تسحب حتى استخراج هذه الأسلاك من المصباح إذا لاحظوا بدون قطعها سأشارككم الصورة كاملة هذه الأسلاك التي قمنا بسحبها وفي نفس الوقت قمنا بإعادة تشغيلها مرة أخرى حتى تكون هذه الطريقة يعني بدون أي تكلفة فقط قمت بشراء 8 أمطار التي أحتاج إليها من السلك سأستمر على هذا الشكل بوجه الصراح التلاطل عليكم ودائما أنا أعمل ونفاص للطيار الكهربائي إذن حتى استخراج الأسلاك الآن قمت باستخراج الأسلاك وإدخالها داخل القناة وهذا هو السلك باللون الأصفر التي قمنا بإضافته لتشغيل المصباح بمفرده والستركتور أو مروحة التوية بمفردها وهذا هو مكان استخراج هذه الكابلات أو هذه الأسلاك لاحظوا هذه الأسلاك الثلاثة التي قمنا بدفعها وإستخراجها في المصباح السلك الأول باللون الأصفر خاص بالمصباح والسلك الثاني باللون الأسود خاص بالرتور تشغيل استركتور أو مروحة التوية الآن سأقوم بتقسيم وتوزيع هذه الأسلاك لاحظوا النوتر متوجه إلى استركتور سأضيفه مع النوتر المتوجه إلى المفتاح باللون الأزرق وسأقوم بتغذية المصباح باللون الأصفر بهذه الطريقة إذن هذه الأسلاك الخاصة بالمصابيح بقي لي الرتور باللون الأحمر المتوجه إلى مروحة التوية سأقوم بتوصيله بشكل مباشر مع الرتور باللون الأسود أما هذه الأسلاك بزدوجة فهي خاصة بالمصباح الآن لاحظوا هذه طريقة التوصيل سأقوم الآن بوضع قطعة من الضمن وهذا هو النوتر المتوجه باللون الأحمر إلى مروحة التوية قمت بإضافته مع النوتر المتوجه إلى المفتاح وهذا الرتور باللون الأحمر سأقوم بتوصيله بقطعة الضمن بهذه الطريقة وهذا هو الشكل النهائي سأقوم الآن بتركيب الدوية في مكانها إذن هذه طريقة التركيب النوتر فقط هو الذي مشترك بين النوتر الأزرق مع النوتر الأحمر هذا هو الشكل النهائي أصدقائي الآن سأقوم بإدخال هذا الريوتور لأنه تم إرساله بشكل مباشر وهو باللون الأحمر مع اللون الأسود حتى نتمكن من تشغيل مروحة التهوية بمفردها وكذلك المصباح بمفرده إذا انتهيتم من توصيل المصباح الآن أصدقائي سنتوجع إلى المفتاح للإطلاع على طريقة التوصيل قمت بتوصيل النوتر مع النوتر باللون الأزرق وقمت بوضع الشارط اللاسق عليهما الآن سنتقل إلى طريقة تركيب الانتري ديبتور دبل أنيمارج بدل من الانتري ديبتور سامبل هذا هو المفتاح انتري ديبتور دبل أنيمارج حتى نتمكن من تشغيل المصباح وستركتور كل بمفرده وكل على حسب رغبتنا إذا لاحظوا الذي يعل في الوسط وهو الذي سأقوم بشاركته مع الفاس ومما الجانبان فهما خاصة بتوصيل الريتور المتوجه كل من المروحة والمصبح سأقوم بفتح هذه الأماكن يعني الطريقة مفصلة أصدقائي وسهلة جدا فقط ركزوا الآن سأقوم بوضع هذه القطعة في الوسط في العيل وسأقوم بتتبيتها بمفك البراغي وهي عبارة عن فاز أو السلق الحار وسأقوم بإرسالها إلى الأعلى في العيل بهذا الشكل بعد ذلك سأقوم بإضافة الفاز باللون الأحمر الذي يأتي بالتغذية من الجنكتور بهذا الشكل أما النتر فقمت بإرساله كما كان بالشريط اللاسق باللون الأزرق هكذا سأقوم الآن بتوصيل الريتور المتوجه إلى المصبح في هذا المكان في الجانب وهذا هو الريتور المتوجه إلى مروحة التهوية الخاصة بهذا الحمام الآن سأقوم بإعادة المفتاح بطريقة سهلة وبسيطة جدا هكذا إذن هذه الميزة أصدقائي ستساهم في عدم يعني تبريد الحمام أثناء عملية الدوش يعني بعض أشخاص يريدون فقط تشغيل المصباح ويجدون أن استركتور كذلك يشتغل بالتالي يصبح هواء الحمام بارد لأن هذه المروحة تقوم بسحب هذا الهواء الساخن وهذا ما لا يرغب به الكثير لذلك قررت أن أساعدكم بهذه الطريقة بدون تكسر لا الزليج ولا السباغة ولا الجبس فقط بمرحلة أو بطريقة ذكية قمنا بجعل كل هذه الأجهزة تشتغل بمفردها الآن سنقوم بتشغيل الضارة الكهربائية من الجانكتور وكذلك تشغيل القواطع ولاحظوا هذا هو الشكل النهائي التي حصلنا عليه المروحة تشتغل بأنتري ديبتور بمفردها تسمعون صوتها جيد جدا كذلك سنقوم باختبار المصباح يعني قمنا باستبدال الأنتري ديبتور سامبل وقمنا بوضع مكانه أنتري ديبتور دبل أنماج حتى نتمكن من تشغيل أي من هذه الأجهزة نريد مثلا المصباح بمفرده وكذلك يعني مروحة التهوية بمفردها إذن أحبابي في الله كان هذا كل شيء في هذه الحلقة أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذه الحلقة إن أعجبكم الفيديو أحبابي في الله لا تبقى لعين دربي الضغط على زر لايك وأدعوكم الاشتراك في القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته